بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم وبارك وعظم وعلى صحابة والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم في كل لمحة ونفس عدد ما وسعوا علم الله أما بعد نكمل قراءة وشرح كتاب صحيح الإمام البخاري للإمام الحافظ الحج أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغير بن بردزبة البخاري رحمه الله ونفعنا الله بعلوم وعلوم مشيخه وتلامذته وقراء صحيحه وشراحه في الدارين آمين الباب السابع عشر من الكتاب السابع والثمانين كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة باب رجم الحبلة من الزنا إذا أحصنت يعني امرأة حبلت بغير زوج كويس وكان سبق لها الإحصان يعني سبق لها الدخول بعقد شرعي صحيح على مسلم يبقى اسمها محصنة هل الحبل في حد ذاته علامة كده على الزنا لوحده كده بحيث أنها لا نحتاج إلى شهود ولا اعتراف فترجم مباشرة لأنها حبلت بغير زوج ولا هو قرينة وليس بيّنة قرينة بس يعني احتمال كبير أنها تبقى زنت لكن مش بيّنة 100% نحتاج معه إلى اعتراف وإقرار فهمت إزاي ليه لأننا الوقت ممكن لو المرأة خدت ماني رجل أدخلته في فرجها ممكن تحمل بغير زن ماذا كده برضو؟ يبقى ممكن الحمل ده يحدث بغير زن كحقن المنية في فرج المرأة حقن المنية في فرج المرأة ليس بزن لأن الزن هو إدخال الذكر في الفرج بماني أو من غير ماني بقى ملناش دخل لكن الحمل ده بالماني ده ماء ممكن يتخذ الماء بأطمة أو بأنبوبة أو بسرينجة أو بأي طريقة ويتم الحمل وهي لم تزني وبالتالي الحمل في حد ذاته كده قرينة على الزن وليس بيّنة قرينة فقط وليس بيّنة واضح سيدنا عمر كان إيه؟ يرجم بالحمل على طول وكذلك الإمام مالك باقي المذابع لك لابد أن يكون معه ترغف وده الأرجح لأن اترح أن الحمل قد يكون بغير زن شكده بردو افرد امرأة خدت الماني بتاع زوجها اللي هي حفظاه في ايه؟ في معمل من المعامل ده الوقت بياخدوا الماني من الرجل يحفظوه في المعامل بالثلاثة أربع سنين مجمد وبعدين جوزها مسافر وإيه عايزة تحمل فراحت المعمل ده واتفقت مع الطبيب إدها أدوية معينة وخد الماني بتاع زوجها حط طولها الرجل جاء من السفر بعد سنتين لقى عندها عايل بتردعه تقول لابنك فهمت إزاي؟ لا هي دي مزنية ليست زنة وطالما الماني ماني زوجها يبقى اللي فعلته ده فعلي جائز فهمت بقى إزاي؟ وحملت وردعت وعملت بغير جماعة خالص فهمت إزاي؟ الزنة هو الجماعة مش الحمل فهمت بقى إزاي؟ الحمل قرينا يعني إيه؟ يعني خلينا نشتبه بس علينا نحقق بقى نعد نحقق فإذا حققنا واتضح فعلا أنه زنة وكانت محصنة ترجم حكمها كده فيهمت بقى إزاي؟ وقد تكون امرأة كانوا زمن يضربوا أمثلة بقى إيه؟ تناسب زمنهم يقول لك قد تكون امرأة سقيلة النوم يعني ما بتنام ما بتدرج بدفسها فيأتي رجل فيجامعها فتحمل منه وهي لم تكن مستيقزة يبقى ليست زنية لأنه رفع القلم عن النائم حتى يستيقز ويبقى الزني هو اللي يفعل لكن هي لم تنتبت سقيلة النوم شفت قد إيه؟ كانوا يضربوا أمثلة من السلازية الأمثلة إزاي امرأة تبقى ممكن تحمل وتبقى مززنية إزاي تحمل من غير زوجة ليست زنية فهمت لأن تملي العوام متصورين إن طالما المرأة حملت تبقى زنية مية المية ويحلف لا ما تحلفش الأمر اهدى اهدى وخد نفس عميق وفكر ده فيه صور كثيرة قد تحدث بغير زنة فهمت بقى المسألة بيسندنا المتصل يعني مشايخينا جزاو وقال الله عنه خير للإمام البخاري في الحديث الثامن عشر بعد التسعمائة والستة آلاف وهو حديث طويل يروي سيدنا عبدالله بن عباس عن سيدنا عمر بن الخطاب حديث طويل قال حدثنا عبدالعزيز ابن عبدالله قال حدثني إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب عن عبيد الله ابن عبدالله ابن عطبة ابن مسعود عن ابن عباس رضي الله عنه قال كنت أقرئ رجالا من المهاجرين منهم عبدالرحمن بن عوف فبينما أنا في منزله بمنا وهو عند عمر بن الخطاب في آخر حجة حجها يعني سيدنا عبدالله بن عباس عامل مقرأة بيقرئ الناس في منا في آخر حجة حجها سيدنا عمر بن الخطاب وكان من ضمن اللي حاضرين في المقرأة دي سيدنا عبدالرحمن بن عوف فهمت بقى إذ رجع إلى إلي عبدالرحمن سيدنا عبدالرحمن بن عوف انصرف من المقرأة ورجع عرف خبر رجع لعبدالله بن عباس يقوله له فهمت إذ رجع إلي عبدالرحمن فقال لو رأيت رجلا أتى أمير المؤمنين اليوم فقال يا أمير المؤمنين هل لك في فلان يقول لو قد مات عمر لقد بايعت فلانا فوالله ما كانت بيعة أبي بكر إلا فلت فتمت يعني قال إيه عبدالرحمن بن عوف قال أنا رحت لقيت واحد بيقول لسيدنا عمر الكلمة دي فسيدنا عمر غضب غضب شديد لما سمع الكلمة دي إيه هي الكلمة اللي غضبت سيدنا عمر مبلغها سيدنا عبدالرحمن عبدالله ابن عباس بيقول لو رأيت رجلا أتى أمير المؤمنين رحل سيدنا عمر اليوم النهاردة في آخر حج حاجة سيدنا عمر هم في مين أيام التشريق فقال يا أمير المؤمنين هل لك في فلان هل لك في فلان اللي بيقول يقول لو قد مات عمر لقد بايعت فلانا اختلف مين اللي قال كده قيل أنصاري أحد الأنصار أراد لو مات عمر هنبايع واحد من الأنصار كفاية عليكم يا مهاجرين أنتو حكمتونا مرتين أمر وابو بكر كفاية لو مات عمر أنا هبايع واحد من الأنصار كفاية وقيل الزبير قال أبايع علي وقيل أبايع طلح ابن عبيد الله يعني اختلف كل واحد عايز يبايع واحد على مزاجه من غير شورى للمسلمين تبقى فوضى بقى هو كل واحد تقعد معا تبايعه زي ما بيعملوا الإخوان والفرق إياها دي كل واحد يتعرف على واحد يقعد يبايعه وهنا يبايع وهنا يبايع وهنا يبايع وفي الأخير يتخنقوا مع بعض وتقتل المسلمين وتراق الدماء لشان كده سيدنا عمر غضب حدش يبايع حد بغير شورى من المسلمين بغير مظلمة تبايعوا وبعد على واحد فيكو والمسلمين مش دريانين المسلمين مليار يبني وانتوا قاعدين في حجرة في شقة في قارية وبعدين تبايع تبايع على ايه شفت بقى شفت اللي حصل سيدنا عمر مش عاجبه الطريقة دي فغاضب سيدنا عمر ازاي تبايع بغير شورى من المسلمين ده يؤدي الى رقة الدماء لان ده حيتخنق مع ده وده يتخنق مع ده وده يتخنق مع ده ويبقى في ميت امير وميت خليفة وميت وكله قاعد يمسك في بعض يقتلوا بعض ما ينفعش فهمت عشان كده سيدنا عمر غاضب لما سمع الحكاية دي قال فقال يا امير المؤمنين هل لك في فلان يقول لو قد مات عمر لقد بايعت فلانا لان سيدنا عمر اصل شف رؤية واشعها بين الصحابة ان ايه جاء ديك نقره فقال اراها اقترابه اجلي ان عمر كان احلامه دي ما بتخيبش فانتشر بين المسلمين ان عمر ده خلاص ايام معدودة هيموت لانه شف رؤية فابتده بقى كل واحد يفكر طب بعد عمر هنبيع مين فكل واحد بيختار لواحد على مزاجه ما ينفعش ده لازم تجتمع المسلمين اجتماع كبير ويحصل البيع في اجتماع كبير شورى من المسلمين مش كل واحد يبايع لوحده فهمت هل شكر سيدنا عمر مش حايز الفوضى دي هل لك في فلان يقول لو قد مات عمر لقد بايعت فلانا فوالله ما كانت بيعة ابي بكر الا فلتة فتمت فغضب عمر ثم قال اني ان شاء الله لقائم العشية في الناس فمحذرهم هؤلاء الذين يريدون ان يغصبوهم امورهم يعني يبايعوا بغير شورى الشورى دي حق المسلمين جميع فازاي انت تبايع بغير شورى تمنتغ صبت المسلمين حقهم في استشارتهم في من تبايع فهمت قال عبد الرحمن سيدنا عمر كان عايز يعمل خطبة كبيرة في موسم الحج عشان يرد على ايه على الكلام ده سيدنا عبد الرحمن ابن عوف نصح وقال له ما فيش داعي في الموسم قال عبد الرحمن فقلت يا امير المؤمن لا تفعل فان الموسم يجمع رعاء عن ناس وغوغاءهم يعني في الموسم الحج بيجي جميع الناس من جميع الاقطاب بجميع مستوياتهم الفكرية وتفاوتهم الفكري فلو سمعوا حيفهموك غلط حيشيع في كل بلاد المسلمين كلام غلط عنك فان الموسم يعني الحج يجمع رعاء عن ناس الرعاء عن ناس والجهلة والارازل اما يبقى ناس من الارازل الناس وجهلة يسموهم ايه رعاع وغوغاءهم والغوغاء اللي هو السفلة الذين يسارعون ايه في الشر يسموهم الغوغاء زي ما حصل كده ايه الفوضى الخلق في البلاد المسلمين في البلاد العربية وبقى من ناس تخرج مظاهرات غوغائية ناس تسارع في الشر يحرق هنا ويكسر هنا ويدبر هنا ويعمل هم دول اسمهم الغوغاء يبقى الغوغاء هم من السفلة والارازل المسارعين في الشر يسموهم غوغاء اصل غوغاء عارف ايه لغة الجراد الصغير يسموه غوغاء الجراد الصغير اللي ييجي كده يروح واكل الزرع كله ويفسد في الارض يسموه الجراد الكثير ده يسموه غوغاء ثم اطلق بعد ذلك على جموع الناس التي تسارع في الشر فهمت ازاي على سبيل بقى ايه التوسع في اللغة فقلت يا امير المؤمنين لا تفعل فان الموسم يجمع رعاع الناس وغوغاءهم فانهم هم الذين يغلبون على قربك حين تقوم في الناس لان ايه الرعاع دول هم دول اللي بيقربوا ويحضروا والناس التانين ايه اهل الحكمة ما بيزحمهمش فحيبوا قاعدين بعيد عنك وانت قاعد بتتكلم في شوية رعاع حيفهموا الغلط فهمت فانهم هم الذين يغلبون على قربك حتى تقوم في الناس حين تقوم في الناس وانا اخشى ان تقوم فتقول مقالة يطيرها عنك كل مطير يعني ينشرها عنك كل ايه كل ايه اه انسان في كل بقعة بقى لان الحق ده بيجي له من جميع بقاع الارض وان لا يعوها يعني يفهموها وان لا يضعوها على مواضعها يعني ايه يعني يفهموها الفهم الصحيح فامهل يعني ايه اجل الخطبة بتاعتك دي حتى تقدم المدينة خليها في المدينة المدينة بقى الناس الراحوا بلدهم والمدينة قاعد فيها ايه كبار الصحابة من المهاجرين والانصار هم دول اللي يفهموا كلامك كويس وهم دول اهل الحل والعقد هم دول اهل الشورى فامهل حتى تقدم المدينة فانها دار الهجرة والسنة فتخلص باهل الفقه واشراف الناس فتقول ما قلت متمكنا فيعي اهل العلم مقالتك ويضعونها على مواضعها فقال عمر اما والله ان شاء الله لأقومن بذلك اول مقام اقومه بالمدينة يبقى وافق على ايه على كلام سيدنا عبد الرحمن والحأجلها واول مقام اخطب فيه في المدينة لما نرجع هتكلم في هذا الموضوع قال ابن عباس فقدمنا المدينة في عقب ذي الحجة فلما كان يوم الجمعة عجلنا الرواحة حين زاغت الشمس حتى اجد سعيد ابن زيد ابن عمر ابن نفيل جالسا اللي هو ابن عم سيدنا عمر واحد العشر المبشرين في الجنة وكان زوج اخته حتى اجد سعيد ابن زيد ابن عمر ابن نفيل جالسا الى ركن المنبر فجلست حوله وفي رواية حذوه وفي رواية الى جنبه تمس ركبتي ركبته يعني قريب منه جد فلم انشب انخرج عمر ابن الخطاب يعني فلم انتظر قليلا الا وخرج سيدنا عمر علشان يخطب الجمعة فلم انشب انخرج عمر ابن الخطاب فلما رأيته مقبلا قلت لسعيد ابن زيد ابن عمر ابن نفيل لا يقولن العشية مقالة لم يقولها منذ استخلفة لانه عارف الحوار ده في المنى قال ان اول مقام حقوم فبيقول للسعيد ايه عمر النهار ده حيقول للناس كلام اول مرة حيقوله ما قالوش قبل كده لا يقولن العشية مقالة لم يقولها منذ استخلفة فانكر علي وقال ما عسيت أن يقول ما لم يقول قبله يعني هايقول ايه تاني ده بقاله 13 سنة بيخطب هايقول لنا ايه تاني يعني جديد يعني تهم استبعد يعني فجلس عمر على المنبر فلما سكت المؤذنون قام فأثنى على الله بما هو أهله قال أما بعد فإني قائل لكم مقالة قد قدر لي أن أقولها لا أدري لعلها بين يدي أجلي يعني ايه يعني قرب أجلي لأن زي ما قلت لك كان شاف الرؤية دي وأولها أن اقترب أجلي وأنه حيموت مقتول بغير عربي لأنه يقول رأيت ديكا روميا يا ايه يتعانني فعرف أنه اللي حيتعانه غير عربي فهم في الرؤية يعني لا أدري لعلها بين يدي أجلي فمن عقلها ووعاها فليحدث بها حيث انتهت به راحلة ومن خشي أن لا يعقلها فلا أحل لأحد أن يكذب علي إن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق وأنزل عليه الكتابة فكان مما أنزل الله آية الرجم فقرأناها وعقلناها ووعيناها اللي هو ايه الشيخ والشيخة فارجمهما البتة كانوا يقولوا عليها آية ولكن يبدو أن هي حكم شرعي لكنها لم تثبت قرآن رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل والله ما نجل آية الرجم في كتاب الله فيضل بترك فريضة أنزلها الله والرجم في كتاب الله حق على من زن إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة اللي هي الاعتراف أو الشهود الأربع أو كان الحبل كقرينة ثم بعد ذلك نضيق عليها حتى تعترف أو الاعتراف يبل بينا الشهود والاعتراف هو الإقرار والحبل قرينة ثم إنا كنا نقرأ فيما نقرأ من كتاب الله ألا ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر بكم أن ترغبوا عن آبائكم أو إن كفرا بكم أن ترغبوا عن آبائكم يعني أنك أنت تتبرع عن آبائك وإيه وتنفي نسبك لأبيك أو ينفي الأب نسبه لابنه ألا ثم إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لا تطروني كما أطري عيسى بن مريم وقولوا عبد الله ورسوله يعني نهى النبي أن يبالغ في إطرائه بحيث أن نضعه منزلة فوق منزلة العبودية لأن سيدنا عيسى لما أتروج جعله في منزلة الألوهية يبقى أن ليس نهيا عن مطلق الإطراء بل المبالغة في الإطراء الذي يخرجه عن منزلة العبودية فهو عبد الله ورسوله ثم إنه بلغني أن قائلا منكم يقول والله لو مات عمر بايعت فلانا فلا يغترن مرء أن يقول إنما كانت بيعة أبي بكر فلتة وتمت ألا وإنها قد كانت كذلك ولكن الله وقى شره وليس منكم من تقطع الأعناق إليه مثل أبي بكر هنا بيطر مين سيدنا أبو بكر يبقى هو قدم لا تطروني قال إذا كان النبي نهى عن إطرائه وهو أفضل الخلق إلا بحق فأنا أمدح أبي بكر بحق كأن دي المناسبة بني ودي لأنه بيماهر أنه سيبتدي يمدح في أبي بكر وقال إن أبو بكر كان في مقام ومرتبة لما بويع للخلافة ما كانش حد في مستوى مرتبة وبالتالي الناس كلها خضعت له لأنه ما كانش له منافس في إمت قد كانت كذلك ولكن الله وقى شرها يعني وقى شر الاختلاف والفرقة وليس منكم من تقطع الأعناق إليه مثل أبي بكر يعني إيه أعلى الناس قدرا ومنزلة بعد رسول الله باعتراف الجميع من بايع رجلا عن غير مشورة من المسلمين فلا يبايع هو ولا الذي بايعه شفت الحكم اللي بيقوله ستنة واربعة اللي يبايع رجل بغير شورة من المسلمين لا نأخذ كلامه ولا كلام اللي بايعه يعزلوا يعزلوا من الممارسة السياسية يعني ليس لهم حق في ممارسة السياسية أبدا لأنهم حيدخلون في فتنة واختلاف كبير يبا ليس عندهم من السياسة والحنكة شيء يعني ليس لهم من السياسة والحنكة شيء يعني ليس لهم أدي كلام من بايع رجلا عن غير مشورة من المسلمين فلا يبايع هو ولا الذي بايعه يعني لهو يترشح للرئاسة ولا اللي بايعه كمان يترشح للرئاسة أو للخلافة تغرة أن يقتلى مخافة أن يقتلى ليه حيحصل خلاف عليهم وناس ممكن تغتلهم تغرة أن يقتل يعني احنا بنبعدهم حماية ليهم بنحميهم من نفسهم ومن من خالفهم لأنه ممكن لو تعرضوا للناس يجي واحد يغتالوا أو يقتلوا يبقى حماية لهم تغرة أن يقتلوا يعني مخافة أن لا يقتلوا وإنه قد كان من قبرنا سيحكي لهم خبر بقى مبايعة سيدنا أبي بكر وإنه قد كان من خبرنا حين توفى الله نبيه صلى الله عليه وآله وسلم إلا أن الأنصار خالفون واجتمعوا بأسرهم في سقيفة بني ساعدة وخالف عنا علي والزبير ومن معهما كانوا مشغولين في تجهيز النبي والأنصار سابوا النبي بيجهزه غسلا وتكفينا واجتمعهم في سقيفة بني ساعدة عشان يختاروا زعيم منهم أول ما سيدنا عمر سمع كده خاف لحسن الأنصار يجتمع ويبقى في زعيم بغير مشورة المهاجرين فاخد سيدنا أبي بكر بسرعة وإيه ومجموعة من المهاجرين وراحوا علشان يجتمعوا معاهم ويبقوا أهل الحل والعقد من المهاجرين والأنصار مجموعين في موقع واحد واجتمع المهاجرون إلى أبي بكر فقلت لأبي بكر يا أبا بكر انطلق بنا إلى إخواننا هؤلاء من الأنصار فانطلقنا نريدهم فلما دنون منهم لقينا منهم رجلان صالحان فذكر ما تمالا علي القوم يعني ما تمالا يعني ما إيه ما تحالف واتفق عليه فقال أين تريدون يا معشر المهاجرين فقلنا نريد إخواننا هؤلاء من الأنصار فقال لا عليكم ألا تقربوهم اقضوا أمركم فقلت والله لنأتينهم فانطلقنا حتى أتيناهم في سقيفة بني ساعدة فإذا رجل مزمل بين ظهرانيهم مزمل يعني إيه مغطيين وكذا عشان كان عنده حمى فقلت من هذا فقالوا هذا سعد بن عبادة اللي هو زعيم الأنصار فقلت ما له قالوا يوعك يعني عنده حمى فلما جلسنا قليلا تشهد خطيبهم فأثنى على الله بما هو أهله ثم قال أما بعد فنحن أنصار الله وكتيبة الإسلام وأنتم معشر المهاجرين رهت يعني مجموعة وقد دفت دافة من قومكم وانزلت علينا ضيوف لكن دي بلدنا فهمت بقى إزاي وقد دفت دافة من قومكم يعني طب علينا ضيوف من قومكم فإذا هم يريدون أن يختزلون من أصلنا الضيوف دولهم من اللي عايزين بقى إيه ويحكمون بلدنا فهمت بقى إيه يختزلون من أصلنا وأن يحدنون من الأمر يحدنون يعني يخرجون وأن يحدنون من الأمر أن يحدنون من الأمر فلما سكت أردت أن أتكلم سيدنا عمر عايز يوم يتكلم وكنت زورت مقالة أعجبتني وكان مجهز كلام في نفسه إيه كلام يعجبه يعني أريد أن أقدمها بين يدي أبي بكر علشان كمان أبو بكر إيه أوفر عليه المجهود يعني وكنت أداري منه بعض الحد يعني وكنت إيه اختشي منه شوية فلم اختشي يعني إيه يعني أستحي يعني فلما أردت أن أتكلم قال أبو بكر على رسلك انتظر على مهلك يا عمر فكرهت أن أعصيه فتكلم أبو بكر فكان هو أحلم مني وأوقر والله ما ترك من كلمة أعجبتني في تزويري إلا قال في بديهته مثلها أو أفضل منها حتى سكت فقال ما ذكرتم فيكم من خير فأنتم له أهل ولن يعرف هذا الأمر إلا لهذا الحي من قريش قال له قال لهم آه اللي أنتو عملتوه إنه كتيبة الإسلام وإنه كنتو استدفتونا وإنه كنتو نصرتم كل الكلام ده حق لكن لو أنتو اخترتوا رئيس منكم بقي العرب مش هترضى تنقض ليكم العرب لا تنقض إلا لقريش طول عمر العرب بتنقض لقريش مش هتنقض لواحد لا من الخزرك ولا من الأوس مش حيوافق فاللي بتقوله ده كلام صح إنه كنتو نصرتوا الإسلام بس لما تختاروا واحد منكم يقود المسلمين باقي العرب لن تنقض لكم حتفرقوهم لكن طول العرب قبل الإسلام كانوا بينقضوا لقريش فهمت ده كلام سيدنا أبو بكر وبالتالي يبقى ليقود العرب كلهم قريش إنما أنتو هتقودوا الأنصار حتى تقطعوا نفسكم عن الأمة تبقوا أنتو لوحدكم ليكوا رئاسة والأمة هتبقى ليها رئاسة العرب كلها هتسبكم فهمت بقى إزاي ولن يعرف هذا الأمر اللي هي قيادة العرب إلا لهذا الحي من قريش هم أوسط العرب نسبا يعني أعلى العرب نسبا ودارا علشان مكة بلدهم وقد راديت لكم أحد هذين الرجلين وقال لهم سيدنا أبو بكر في آخر الكلام وأنا رادي ليكم واحد من الاتنين دول مسك إيد سيدنا عمر ومسك إيد سيدنا أبي عبيدة من الجرح قال لهم اختاروا واحد من دول دول قراشيين مكيين مهاجرين من قدام المسلمين نصروا الإسلام كما نصرتوه وآمنوا قبل أن تؤمنوا فهم أولى بذلك من جميع الجهات فهمت واختار مين سيدنا أبي عمر وسيدنا أبي عبيدة ده سيدنا أبي بكر اللي عمل كده وقد رديت لكم أحد أحد هذين الرجلين فبايعوا أيهما شئتم فأخذ بيدي لو سيدنا عمر وبيدي أبي عبيدة ابن الجرح وهو جالس بيننا فلم أكره مما قال غيرها كان والله أن أقدم فتضرب عنقي لا يقربني ذلك من إثم أحب إلي من أن أتأمر على قوم فيهم أبو بكر ده سيدنا عمر بيقول كده اللهم إلا أن تسول إلي نفسي عند الموت شيئا لا أجده الآن فقال قائل لكن مش عارف نفسي حتقول لي بعد كده فقال قائل من الأنصار أم واحد من الأنصار أم آم بيرد على سيدنا أبو بكر قال إيه أنا جذيلها المحكك وعذيقها المرجب منا أمير ومنكم أمير ده حيز بقى يعني يسير النعرة تاني بعد ما أطفعها سيدنا أبو بكر بالكلام عايز ده إيه يسير النعرة ده أنا جذيلها المحكك الجذيل أصلا هو جزع الشجرة اللي إيه اللي الدواب لما تيجي يكون عندها جرب وعايزة تهرش كلها تروح عند الجزع الشجرة بتعمل كده يعني معناه في اللغة بتاعتهم من يلجأ إليه الناس أنا اللي الناس تلجأ إليه عشان أقضي حواهجهم لكن أصل الجذيل هو جزع الشجرة اللي بتحك فيها الدابة الجرباء إيه جلدها حتى تأخذ إيه حظها من غايتها يعني أنا جذيلها المحكك وعذيقوها المرجب يعني المحنك عارف أنت عزق النخلة لما تيجي إيه تربطه بخشب وتربطه ببعض عشان يبقى قوي فمعناه إيه إن أنا المحنك القوي اللي كل الناس تسند علي فهمت بس بيقولها بلغة إيه تناسب البيئة اللي عاش فيها ليه أنا جذيلها المحكك وعذيقوها المرجب منا أمير ومنكم أمير يا معشر قريش فكسر اللغط يعني ارتفعت أصوات غير مفهومة وارتفعت الأصوات حتى فارقته من الاختلاف سيدنا عمر خفى من الاختلاف فقلت أبسط يدك يا أبا بكر فبسط يده فباعته وبايعه المهاجرون ثم باعته الأنصار سيدنا عمر بقى إيه بسرعة كده أمام الناس بايع أبا بكر وكل الناس إيه لأن سيدنا أبا بكر لا يختلف على فضيلاته اثنان فابتدت الناس تبايعه وييه وسكت الناس وهدأت الفتنة فبسط يده فباعته وبايعه المهاجرون ثم بايعته الأنصار ونزون على سعد بن عبادة يعني إيه راحوا سعد بن عبادة اللي هو الزعيم بتاعهم بقى كان قاعد نزوا عليه يعني نزلوا عليه علشان يشوفوه هو موافق ولا مش موافق وده الزعيم بتاعهم هم كانوا يخطروه سعد بن عبادة ما عجبوش ولم يبايع ورح سبلهم المدينة وقعد في الشام فاهمت ونزون على سعد بن عبادة فقال قائل منهم قتلتم سعد بن عبادة فقلت قتل الله سعد بن عبادة يموت وتقتل أحسن بدلا ما تتفرق المسلمين فاهمت ده سيدنا وبالفعل مات مقتولا في الشام سبحان الله يقيل أنه قتلته الجن لأنه وجدوه بجوار بئر كان يتوضأ منه حتى اخضر جسمه يعني ماتبأ له مدة في الشام بعدها بفترة لكن هو يبين لك أن الصحابة سعد بن عبادة بالرغم أنه ما عجبوش هذا إلا أنه لم يصير فتنة سبلهم المدينة وقعد في الشام ما عملش بقى حزب ومجابة معارضة ويجيب ناس أنصار ويحارب ده لا كانوا مؤدبين حتى في خلافهم مؤدبين الراجل ما عجبوش الحال انسحب وأنا أنا حقعد في الشام أسيب لهم المدينة يعني المدينة بلده وأرضه تقيمت زي؟ سباله واخد بقى مخافة يعني بيعلمك حتى لو لم تقتنع بما أجمع عليه المسلمون فانزوي ولا تسير فتنة أو سيدنا سعد بن عبادة عمل كده فقال قائل منهم قتلتم سعد بن عبادة فقلت قتل الله سعد بن عبادة قال عمر وإنا والله ما وجدنا فيما حضرنا من أمر أقوى من مبايعة أبي بكر خشين إن فارقنا القوم ولم تكن بيع أن يبايعوا رجلا منهم بعدنا فإما بايعناهم على ما لا نرضى وإما نخالفهم فيكون فساد فمن بايع رجلا على غير مشهورة يبقى بيقول لي يعني إحنا لما بيعنا أبو بكر بيعناه في وجود مشهورة من المسلمين كتير مش عادي كده واحد قاعد ماشي في الشارع يقول أنا لو مت عمر حبايع فلان أنت مين أنت أصلا عشان تقرر لازم في وجود جموع المسلمين فهم فمن بايع رجلا على غير مشهورة من المسلمين فلا يتابع هو ولا الذي بايعه تغرة أن يقتلى يعني مخافة أن يقتلى ونقف عند هذا الحد نكمل غدا إن شاء الله اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَةَوْ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيْهِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهُ اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي والمي والآل وسلم عبدك ورسولك النبي والمي والآل وسلم عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك وكما تحب وترضى سبحان ربك رب العزة عما ياسفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين